موضوعنا اليوم شائك شوي حبيت استارخ وقتي بالقراءة عنه والتحضير عنه وان شاء الله يارب يقدر بصه بقدر الامكان بحيث انه ناخد معلومة مفيدة السؤال اني انا دي تجربة المعهودة اللي عم نفترضها انه نحن عم ندرس الاسبيرين مثلا بمجموعتين مرضى وعم يطلع معانا انه هذا الاسبيرين مفيد او غير مفيد بالوقاية من الحوادث القلبية ففي احتمالين مثل ما انه احتفال احتمال اول انه يطلع مفيد فممكن بعد ما طلعت التجربة انه فعلا الاسبيرين بيقلل من حوادث القلبية يطلع لنا احد الزملاء او يطلع احد اصحاب الشركة المصنعة يقولنا طيب عملو لنا دراسة للمجموعات الفرعية لنشوف مين هنا اكثر المرضى اللي بيستفيدوا على هذا الدواء بمعنى اخر انا جمعت المجموعة كل الالف المريض مثلا بكل التفاصيل تبعهم وعطيتهم اسبيرين بدنا نشوف انه اذا اعطيناهم لمرضى السكر اللي هنه مجموعة فرعية من مجموعة الالف اللي هنه بيطلعهم مثلا 200 مريض مقارنة بمرضى السكر نفسهم بالمجموعة التانية مجموعة الكنترول كمان ما اخدوا الاسبيرين هل بيكون فائدته اعلى لو اعطينا لمرضى الضغط مثلا مقابلة مرضى الضغط يعني مرضى الضغط بياخده اسبيرين مقابل ما بياخده اسبيرين لو اعطينا للمدخنين مثلا هل الجنس بيلعب دور مثلا ذكور مقابل الاناث فهذه اسم المجموعات الفرعية مثل ما انه لما بيكون التجربة ايجابية بنعمل المجموعات الفرعية اللي نشوف مين المجموعات الاكتر المجموعات الفرعية اللي بيستفيدوا اكتر على الدواء بالمقابل لو عملنا التجربة وطلعت الدراسة سلبية الاسبيرين ما بيأثر على الوفيات الشركة رح توقفت انه تجربتها طلعت سلبية والدواء ما بيفيد وفي الموجة في مجموعات فرعية يستفيدوا بسبب في شكل ما ق efبوا وضحت حبل ف ؟ و نعمل مجموعات فرعية لنشوف إذا كان مثلا مرضى الضغط يستفيد ولا��ت مع مرضى السكر يستفيده و مل PCB وavian بذكور مقابل النات فهذه يسمى المجموعات الفريعية كيف بنقرأ المجموعات الفرعية؟ باختصار بيحطوا مخطط هذا المخطط بيقول لك انه هذا الدواء بيفضل الدواء وبيفضل مجموعة الشاهد مجموعات الفرعية تكون بهذا الشكل تكون مثل الشجرة بيسموها اسلاً الفورست بلوت راح شوفيكم مثال عنها فهذا المثال انه لاحظوا انه المرضى مثلاً مقسومين حسب الـ Subgroup وفيه تفضيل الدواء وتفضيل هذا المقارنة الملحي مع الـ Albumin دراسة S في القارنة الملحي مع الـ Albumin هون بتقولك انه الملحي افضل هون بتقولك الـ Albumin افضل هذا النص هو خط الواحد فاذا كانت المجموعة الفرعية مثلا هون مجموعة الفرعية هون مثلا المجموعة الاولى بتقول انه عم تقطع الواحد وبالتالي ما بتفرق لاحظوا انه مجموعة الردود الدماغية لما يكون فيه Trauma عم تكون فيه تفضيل للملحي عم تكون كلها بطرف الملحي بالمقابل المجموعات الفرعية الثانية مجموعة الـ Arts مثلا كان وجود او عدم وجود ما بيأثر فعمليا هيك بتكون المجموعة الفرعية بيعطوك المجموعة الفرعية بتشوف انه اي ذراع بتلاقي المجموعة بتفضل فالنتائج هتكون اما انه منسميها انه متوافقة بس بتفرق بالشدة يعني كلاهما على طرف واحد بس بتلاقي مجموعة تستفادت اكتر من مجموعة او متعاكسة يعني مثلا الـ Asperine زاد الوفيئة نقص الوفيئات عن مجموعة الذكور وزاد الوفيئات عن مجموعة الإناث هذا كله ممكن تصادفه هلا شو مشكلتها هي المجموعات الفرعية شو مشكلة النتائج اللي بتاخدها بمجموعات الفرعية النتائج اللي ممكن تاخدها بمجموعات الفرعية ممكن تكون بثلاث احتمالات ما في احتمال رابع اكيد إما أنها فعلا تعكس الحقيقة أو أنها تعطي إيجابية كاذبة أو أنها تعطي سلبية كاذبة السلبية الكاذبة تحدث لأن حجم المجموعة الفرعية لا تحقق القوة الإحصائية المكتوبة لأنه لا يوجد فرق عندما يكون قوة الإحصائية لتجربة 90% مثل معظم التجارب القوة الإحصائية للمجموعات الفرعية أو لنتيجة مجموعة الفرعية توصل إلى 27% تقريبا فتنقص جدا القوة الإحصائية هي رقم واحد وهذا تعطيك السلبية الكاذبة بالمقابل الإيجابية الكاذبة احتمال الصدفة كتير يطلع بمجموعات الفرعية وخاصة خاصة لما أنت بتعمل تحليل الفرعي لمجموعات الفرعية بوست هوك بوست هوك يعني تحليل بعدي يعني بعد ما عملت التجربة وجماعة البيانات بتقرر تعمل مجموعات الفرعية بمعنى آخر أنا جماعة الداة لألف مريض من هون وألف مريض من هون وكان دعم أعمل المرتدي مثلا بالمجموعة الكلية وبعدين قررت أني أعمل مجموعة الفرعية تعال نشوف يا جماعة أنه عند المدخنين بيزيد وما بنقصر طلعت ببالي هالفكرة ما زبطت تعالوا نزبطها عند المرضى الضغط ما زبطت تعالوا نزبطها عند مرضى نجرب مرضى السكر نجرب مرضى كذا فأنا أعمل شي عشرة أو عشرين مجموعة فرعية لحتى ألقط نتيجة إيجابية واحدة هذا بعلم الأحصاء بيسموه استجواب البيانات أو تعذيب البيانات بمعنى آخر كأنك عم ترفع البيانات فلقة مشان تعترف كأنك عم تحاول تبحث عن إشارة وهذا يعطيك نتائج صدفة تعطيها أحد الباحثين طلبوا منه يعمل تحليل بيانات مجموعات فرعية لأحد الدراسات حتى يثبت لهم أنه ما بيصير تعملوا يا جماعة هذا الشيء تخبيص هي الدراسة كانت أظن عن الأسبرين بالاحتشار العضل القلبي راح عمل بناء على الأبراج فطلع معه أنه كل الأبراج يعني مواليد المرضى بناء على لو بدأنا الأسبرين لكل المرضى حيكون النتائج إيجابية حينقص الوفيات لكن المرضى اللي هنا مواليد الجوزاء أو مواليد الميزان بيزيد الوفيات عندهم وهذا طبعا شيء مضحك أكيد للأبراج إلا إذا كنت بتؤمن بالأبراج وهذا الشيء موضوع ثاني ما لا علاقة بتأثير الأسبرين على الوفيات أو عدم تأثيرها بس هي الصدفة اللي خلت توصل هالنتائج السبب أنه أنت لما بتعمل المجموعات الفرعية بشكل بوس هوكي بشكل لاحق أنت ما عملت موازنة للمجموعات لما أسست المجموعة لما أسست الدراسة فأنت مثلا مرضى السكري ربما يكونوا أكثر مراضة مهنم متعادلين في عندهم شغلات تانية ما أما كونفاوني فاكتر ما عملت للا توازن بين المجموعتين بين الذراعين لما أسست لما عملت تصميم الدراسة فأول شرط لحتى تقدر تنظر للدراسة الفرعية خلينا نقول السابق جروب أناليسس أنه أنت تشوفها هي هي بري سبيسيفايد ولا هي بوست هوك بس إن قرأت بوست هوك يعني طنج شوي ترى نتائج أضعف في كتير من لما تكون بري سبيسيفايد لحتى تكون البي سبيسيفايد لها قيمة لازم تكون البي فاليو تبعها أقل بكتير من البي فاليو تبع الدراسة نفسها بيحسبوها بعدد المجموعات الفرعية ذا البي فاليو مثلا 0.05 وانت عملت خمس مجموعات فرعية لازم تكون البي فاليو لكل مجموعة فرعية 0.01 وهكذا فكلما نقصت البي فاليو بالمجموعة الفرعية بالسابق جروب أناليسس كلما كانت نتائج أكثر قابلية للاعتماد عليها مثال ثاني خلي أضرب أمثلة مثلا دراسة سيفة رايال اللي هي دراسة اللي انتشرت عام 2004 هذه الدراسة قارنت الألبومين مع السالين مع النورمال السالين وطلع ما في فرق بالنتائج لما عملوا سابق جروب أناليسس أنا والله العليم ما نفاكر شو كان بري سبيسيفايد ولا كان بوستهوك قارنوا وجود السبسيس طلع ما في فرق سواء كان في سبسيس أو ما في سبسيس ما في تفوق للألبومين على السالين لما نقارنوا التروما لقوا أن وجود التروما بيخلي المورتاليتي تبع الألبومين أعلى وبالتالي من فضل السالين وعلى أساسها المجموعة الفرعية راحوا قرروا أنه فعلا السالين ما هو محبت بالتروما بيشن وما بيصير تعطي ألبومين لمرضى تروما وهذا شيء عرفه ماشي عليه طبعا حتى عادوا الدراسة بشكل مرة تانية عادوها نفس البيانات وعملوا عليها يعني لعبوا إحصائيا خلينا نقول بس هذا الحكية توافق مع المنطق مع دراسات تانية دراسة الالبيوس قارنة الألبومين 20% إعطاءه لمرضى السيبسس والسيبتيك شوك هل بيفيد أو ما بيفيد الزراعين كانت عم نعطي سوائل كريستالويد للمجموعتين وبإحدى الانترفيشن آر ما نعطي ألبومين بالكونترول آر ما نعطي شيء طبعا معهم بنهاية الدراسة أنه ما في فرق الألبومين 20% 20% ما بيحسن المرتاتي أو بيزيد المرتاتي ما بيغير بالأوتكم عن هدول المرضى أمر هم عملوا بوست هوك أناليسس على وجود السيبسس أو السيبير سيبسس كان أياما بيسموه مقابل السيبتيك شوك هل حكي ندرس الدراسة انتشرت في 2013 أو بنهاية 2013 نشرت في 2014 كانت المفاجأة وطبعا شيء مضحك وأنه مرضى السيبير سيبسس كان إعطاء الألبومين عندهم بيزيد الوفيات بالمقابل مرضى السيبتيك شوك إعطاء الألبومين عندهم بنقص الوفيات طبعا هذا الكلام ما مقابل أبدا أنت ما معقول دواء تعطيه لما بيكون ميد على سيبير سيبسس يكون المرتاتي عنده أعلى ولما بيصير عنده سيبتيك شوك المرتاتي عنده تنزل السبب بهاي النتيجة المتعاكس هي منسميها كوالتتيف أنه الصدفة هي لعبة دورة أنت ما عملت بري سبيسيفايد جروب ما عملت ما حددت المجموعات ببداية وبالتالي ما عملت موازنة بين المجموعات فلو أنت من أول الدراسة قررت عمل دراسة على كل المرضى وعملت توزيع المرضى بشكل متوازن بالمجموعتين اللي هنن سواء سيبسس أو سيبتيك شوك يفترض ما يطلب معك النتائج المتعاكسة طبعا هنه ما نزلوها بالدراسة الأصلية حطوها بالسبليمنت بالملف الفرعي أو ملف الملحاق فخلاصة الموضوع اللي بدي يقوله أنه لما بتشوف ما تقبضها كثير خاصة لما بتكون دراسة الأساسية دراسة سلبية والسبل جروب عم يحاول يبحث عن إشارة لما بتسمع بص هوك يعني غالبا غالبا الموضوع ما هو نتائج ما هي جيدة رغم هذا الكلام البوست هوك أحيانا بتكون أفضل موجود لإثبات أو البحث عن إشارة متبادئة طولت عليكم راح أكمل بمعنش بهالمثال الثاني موضوع البيب مثلا البيب اللي هو تبع بمرضى الأردس مقابل اللو بيب مقابل الهاي بيب معظم الدراسات أو كل الدراسات اللي عملت بهذا الموضوع ما أثبتت أي تفوق للهاي بيب على اللو بيب بمرضى الأردس لما منحطهم كلهم سوا الدراسين الشهيرات اللي انتشروا في 2008 واحدة منهم اللافز ترايال والثانية إكس بريس ترايال اللافز كانت كندية أسترالية سعودية وما أظهرت أي فرق بين الهاي بي بيرسس اللو بي بمرضى الأردس لو أخذناهم بشكل عام ودراسة الإكس بريس هي دراسة فرنسية كمان ما أثبتت أي فرق بين الهاي بيرسس اللو بي أحد الباحثين قرر يعمل بوست هوك أنيرسس يعني ما أخر قرر يدرس مجموع يدرس البيانات تبع الدراسة بعد حين بعد ثلاثة أربع سنوات نشر دراسة بوست هوك في 2014 الانتربينشن من الإنتربينشن—— أو المجموعة الفرعية التي قرر يدرس المرضى على أساس المجموعة لigentها إنه لو رفعنا البيب وتحسنت للاكسجة مقابل لو رفعنا البيب وما تحسنت للاكسجة فطلع معه إنه لو رفعنا البيب وتحسنت للاكسجة المرتدي سيت تكون يترافق هذا علم براس المرتدي بينما لو رفعنا البيب وما تحسنت للاكسجة بينما أند اضغط 25 مليمc لا يوجد فرق بمرتدي عمل هذا الكلام على دراسة اللبز وترع معه نتيجة ايجابية ورد عادة على دراسة الاكسيبريس وترع معه نتيجة ايجابية. من هالتينتين سواء قال انه يا جماعة ممكن رغم انه هي منعرف انه هي بوس هوك ومنعرف ومنعرف بس هذا افضل الموجود عندنا ما عندنا دراسة تانية. هل هل نقبض المعلومة جد هي بتتوافق مع الفيزيولوجيا بتتوافق مع التفسير النفير الصافي ركروتمنت او كده. بس هل فين ناخد هاي المعلومة وانه عاكسة اللي منعرفه ما بقدر ناخدها. وبالتالي البوستوك اناليسيس هو احصائيا ضعيف وما بيعطينا نتائج ابدا ابدا ما فينك تشد ايدك كتير على البوستوك اناليسيس. اتمنى اني كنت وصلت للفكرة انه كيف منقرأ الخاصة اذا كانت بري سبيسي فايد او بوستوك. السلام عليكم.